انا بالفريق اول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني معالي لواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير اركان الحرس الوطني لختام حفل تخريج احدى دورات المستجدين العسكريين تزامنا مع احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه الخامسة والعشرين وذلك الصباح اليوم بمعسكر الصخير وبحضور كبار ضباط الحرس الوطني ولدى وصول معالي مدير الاركان الى موقع الحفل كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط الحرس الوطني ليبدأ الحفل بتلاوة عطيرة من ايات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية القاها امير مدرسة التدريب اكد من خلالها الدعم والاهتمام الكبير من لدن الفريق اول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ومتابعة اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير اركان الحرس الوطني في رفع مستويات التدريب والتأهيل لمنتسبية الحرس من خلال رفضهم باحدث العلوم والتطبيقات العسكرية وتلى ذلك تقديم اجاز من قبل مسؤول الدورة عن مراحل سير دورة المستجدين العسكريين ومراحلها التدريبية وبعدها قدم الخرجون تطبيقات لحركات المشاة العسكرية ليعكسوا من خلالها كفاءتهم في تطبيق ما حصلوا عليه من تدريبات خلال فترة اعدادهم بالدورة والتي ارتكزت على اسس التدريب والتعليم الحديث بالحرس الوطني تعزيزا لروح الجهزية القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني بعدها تم اداء القسم القانوني للحرس الوطني وفي ختام الحفل نقل معالي مدير اركان الحرس تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الى كفة منتسبي الحرس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني كما تفضل مدير اركان الحرس الوطني بتسليم الشهادات والجوائز على الخرجين والمتفوقين مهنيا اصحاب المراكز الاولى ومقدما شكره لجهود الخرجين والمدربين في تحقيق متطلبات الدورة واجتيازها بنجاح حثا اياهم على بذل اقصى جهدهم لخدمة وطننا الغالي تحت راية حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعا اشتركوا في القناة